السلام عليكم ازايكم يا احباب يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب طبعا متواصلين مع مجلد تفسير رؤية الاحلام للامام ابن سرين من اكثر مفسرين شرحا وبساطة في تفسير الاحلام طبعا السلسلة دي يا احبابي متواصلة يعني انا من اول المجلد كنت بفصر معاكم الرؤية واصدق الرؤية وامتى الرؤية تكون صدقة وامتى الرؤية تكون مكروهة ونعمل ايه لو كانت صدقة او كانت مكروهة وهكذا وطبعا تفسير رؤية الانبياء ورؤية الملائكة وتفسير برضو رؤية الازان والاقامة كلهم كلهم سلسلة متواصلة مع بعض اتمنى انتوا تدخلوا وتسمعوا الفيديوهات دي لانك هتفتكم جدا تعالوا مع بعض نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلواته رب وسلامه عليه في ذكر طبعا كنت قلت ان احنا كل ما هننزل فيديو هنقول ذكر نحفظه مع بعض هو طبعا ذكر بسيط جدا ودايما بنقوله هو كنز من كنوز الجنة وهو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هنا بقى تأويل رؤية الصلاة واركانية هنا بيقولك ايه بقى قال الاستاذ ابو سعد رحمه الله تعالى الاصل في رؤية الصلاة في المنام انها محمودة دينا ودنيا وتدل على ادراك ولاية ونيل رسالة او قضاء دين او اداء امانة او اقامة فريضة من الفرائد الله تعالى ثم هي على سلاسة ادراب فريضة ادراب فريضة ادراب فريضة وسنة وتطوع على سلاسة ادراب يعني على سلاسة انواع يعني او سلاسة حاجات يعني فريضة سنة تطوع الصلاة هي فريضة سنة تطوع طيب الفريدة منها ما تدل على ما قولها طبعا الفريدة اللي احنا عارفينها وان صاحبها يرزق الحج ويكتنب الفواحش لقوله تعالى ان صالتها على الفحشاء والمنكر وهنا برضو والسنة تدل على طهارة صاحبها وصبرية على المكاره وظهور اسم حسن له لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يعني هنا بقى يا احبابي حد يرى رؤية في المنام انه يصلي فريدة ما الفريدة هنا بتدل على انه هو يرزق بحج ويكتنب الفواحش طيب لو سنة تدل على طهارة صاحبه وصبر على المكاره وظهور اسم حسن له طيب وشفقة على خلق الله تعالى وعلى انه يكرم عياله ومن تحت يده ويحسن اليهم فوق ما يلزمه ويجب عليه في الطعام والكسوة يسعى فيه امور اصدقائي فورسه ذلك عزا وتطوع يقتضي كمال المرؤة وزوال الهموم فان رأى كأنه يصلي فريدة الظهر في يوم صحه فانه يتوسط في امر يورسه ذلك عزا حسب صفاء ذلك اليوم يعني هنا يا احباب ممكن حد يحلم انه رأى انه يصلي الظهر مثلا وصحه اهم حاجة اليوم ده يعني مثلا ايه صفاء اليوم الدنيا تمام فهنا بقى ايه انا اسف عشان بس عندي برد يتوسط في امر يورسه على حسب اليوم فان كان يوم غيم فيه غيم يعني فانه يتضمن حمل هموم فان رأى كأنه يصلي العاصر فانه يدل على ان العمل الذي هو فيه لم يبقى منه الا اقله فان رأى انه يصلي الظهر فيه وقت العاصر فانه يقضى يدينه فان رأى احدى الصلاتين انقطعت عليه فانه يقضى نصف الديم او نصف المهر لقوله تعالى فنصف ما فردتم طيب فان رأى كأنه يصلي المغرب فريدة المغرب فانه يقوم بما يلزمه من امر عياليه ان كان متزوج يعني فان رأى انه يصلي العتمة فانه يعامل عياليه بما يفرح به بما يفرح به قلوبهم وتسكن اليه نفوسه فان رأى كأنه يصلي فريدة الفجر فانه يبتدي امر يرجع الى اصلاح معاشه ومعاش عياليه فان رأى كأنه يصلي الظهر او العصر او العتمة رقعتين سمنة يسافر فان رأى مثلها امرأة خاضت حاضت اسف حاضت من يومها فان رأى كأنه يصلي قاعدا من غير عزء لم يقبل عمله فان رأى كأنه يصلي على جنبه مرض هنا بقى وان رأى كأنه يصلي راكبا اصابه خوف شديد فان رأى كأن الامام يصلي بالناس وهو راكب وام رقبا فان كانوا في حرب رزقوا الزفر فان كان كانوا يصلي في بستان فانه يستغفر الله فان رأى كأنه يصلي في ارض مزروعة قد الله الدنيا ادينه منها فان رأى كأنه يصلي في مسلح حمام او حمام دل زلك حمام عدل زلك على فساد يرتكبهم عوز بالله وقيل انه يلوض بغلام يستر يا رب يستر يا رب عوز بالله فان رأى كأن صلاة مفروضة فاتته ولا يجد موضع يقضيها فيه تعذر عليه نيل ما يطلبه فان رأى كأنه يصلي فيه جماعة مستوية الصفوف فانهم يكسرون التسبيح والتهليل قاله تعالى وإن لنحن الصافون وإن لنحن المسبحون فان رأى كأنه ترك صلاة فريدة فانه يستخفر ببعض الشرائع عوز بالله من هؤلاء يا رب والسجد في المنام طيب حد في المنام رأى انه بيسجد سجد دليل الظفر ودليل التوبة من زنب هو فيه يا رب تب علينا يا رب تب علينا يا رب تب علينا يا رب ودليل الفوز بمال ودليل طول الحياة ودليل النجاة من الأخطار فان رأى كأنه سجد الله تعالى على جبل فانه يصفر برجل منية فان رأى انه سجد لغير الله تعالى لم تقضى حاجته وقهر إن كان في حرب وخسر إن كان تاجر فان رأى كأنه قائم في الصلاة فلم يرقع حتى زهب وقتا فانه يمنع الزكاة المفروضة فلا يؤديه فان رأى كأنه يصلي فيأكل العسل فانه يأتي مرأته ووصائم فان رأى كأنه قاعد يتشهد فارج عنه همه وقضيت حاجته فان رأى كأنه سلم وخرج من صلاته على تمامه فانه يخرج من همومه طبعا كل رؤية بتختلف حسب أصحاب رأيها يا جماعة فان سلم عن يمينه دون يساره دل على صلاح بعض أموره فان سلم عن يساره دون يمينه فانه يتشوش عليه بعض أحواله يا ستر يا رب أعوذ بالله فان رأى انه يصلي نحو الكعبة دل على استقامة ديني يا رب رزقنا يا رب فان صلى نحو المغرب دل على ردة مذهبه وجراءته على منعاص لانه قبلة اليهود يا ستر يا رب أعوذ بالله يا رب وهم اكتروا على أخذ الحيتان يوم سبتهم فان صلى نحو المشق دل على ابتدائيه واشتغاليه بالباطن لان قبلة النصارى فان صلى وظهره للقبلة في الصلاة دل على نبزة الإسلام وراء ظهره بارتكاب بعض الكبائر فان رأى انه لا يهتدي إلى القبلة فانه متحي في أمريه فان صلى إلى غير القبلة إلا أن عليه سيان بيضاء ويقرأ القرآن كما يجب رزق الحج لقالي تعال فإنما تولوا فسمى وجه الله فإن رأى من ليس بإيمان فليقز كأنه يأم الناس في الصلاة وكان للولاية أهم نال ولاية شريفة وصار مطاعم فإن أم بهم إلى القبلة وصلى بهم صلاة تامدة عدل في ولايات وإن رأى في صلاتهم نقصانا أو زيادة أو تغيير جاز في ولاياته وأصاب فقرا ونكبة من جهة اللصوص فإن صلى بهم قائما وهم جلوس فإنه لا يقصر في حقوقهم ويقصرون في حقه أو دل رؤياه أنه يتعهد قوما مرضى فإن صلى يا أم قاعدا وهم قياب فإنه يقصر في أمر يتولى فإن صلى يقوم بقوم فإن صلى بقوم قيام وقعود وقوم القعود فإنه يلي أمر الأغنية وأمن الفقراء فإن صلى قاعدا وهم قعود طبعا بصي أحباب زي ما قلت لكم هنا عشان بس ما نعملشي قوي هنا برضو بيقول لكن وكذلك إن رأت امرأة كأنها تأم بالرجال ماتت يا ساتي العرب لأن الورقة لا تتقدم الرجال إلا في الموت فإن رأى الوالي أنها يأم بالناس عزل عزل وذهب ماليه طيب ومن رأى بالرجال طب ماشي عشان ما نطولشي أتمنى أن أنا أكون أفتكم بس يا صغيرة يعني خلاص احنا نكمل بقى ومن صلى بالرجال والنساء نال القضاء بين الناس إن كان أهلا لذلك ولا نال التوسط والإصلاح بين الناس وإن رأى أنه أتمنى الصلاة بالناس تمت ولايته طيب فإن قطعت عليه الصلاة إن قطعت ولايته ولم تنفذ أحكامي ولا كلامي طيب هنا بقى وإن رأى أنه يدعو دعاء المعروف فإنه يصلي فريضة فإن دعى دعاء ليس به اسم الله فإنه يصلي صلاة رياء فإن رأى أنه يدعو لنفسه خاصة رزق ولد اللي قاله تعالى وإذ ناد ربه نداء خفية طيب هنا بقى وإن كان يدعو ربه في ظلمه ينجو من غم لقوية تعالى فندف الظلمات وحسن الدعاء دليل على حسن الدين والقنوة دليل على الطاعة وكسر الزكر الله تعالى ودليل على النصر قاله تعالى واذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعض ما ظلمه طيب هنا بقى يا أحباب ورأى كانه يستغفر الله تعالى رزق حلالا وولدا لقوية تعالى استغفر ربكم أنه كان غفارا فإن كان ورأى كانه فزع من الصلاة واستغفر الله وواجهه إلى القبلة فأنه يستجاب دعاءه وإن كان واجه إلى غير القبلة فأنه يزنب زمدا ويموت منه يا ست يا رب لا حول القوية إلا بالله فإن سكت عن الاستغفار دليل على النفاقين قاله تعالى وإذا قيلهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله فإن رأت امرأة كانها يقال لا استغفري زمبك فإنها تتهم بزمد وفاحشة لقصة زليخة فإن رأى أنه يقول سبحان الله فرج عنه وعمه هم مؤمن حيث لا يحتس فإن رأى كأنه نسى التسبيح أصابه حبس أو غم لقوله تعالى فلولا إن كان من المسبحين فإن رأى كأنه قال لا إله إلا الله آتاه الفرج من غم هو فيه وختم له بالشهادة فإن رأى كأنه يكبر الله وأتى مناه ورزق الزفر بمن عاده فإن رأى كأنه يحمد الله نال نورا وهدى في دينه يا رب جعلنا منهم يا رب ومن رأى كأنه يشكر الله تعالى نال قوة وزيادة أعمل وإن كان صاحب هذه الرؤية واليا ولا بلد بلدة عامرة لقوله تعالى واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ومن رأى كأنه يحمد الله رزقه ولده اللي قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكباري اسماعيل ومن رأى كأنه يصلي الجمعة يوم الجمعة فإنه يسافر سفر ممتعني ممتع ممتنع ممتنع ينال خيرا وبرا ورزقا وفضلا طيب ومن رأى كأنه صلى صلاة الجمعة يوم الجمعة اجتمعت له أموره من تفرق وأصاب بعد العصر يسرا وقيل من رأى هذه الرؤية فمنه يظن بأمر خيرا وليس كذلك ومن رأى كأنه فرغ من الصلاة وقضاها نال من الله تعالى فضلا واسعا فإن رأى أن الناس يصلي الجمعة في الجامعة وهو في بيته أو حنوته حنوته أو قرية يسمع التكبير والركوع والسجود والتشاهد والتسليم والتسليم ويظن أن الناس قد رجعوا من الصلاة فإن ول تلك القرى يعزل وإن رأى كأنه يحفظ الصلاة فإنه ينال كرامة وعزق والذين هم على صلاتهم يحافظون فإن رأى أنه صلى وخرج من المسجد فإنه ينال خيرا ورزقا فإذا قدية الصلاة فانتشفوا الأرض وبتغوا من فضل الله واسكروا الله تسيرا لكم تفلحون هتمنى ان انا اكون افتقه والفيديو قويل انا عارفه بس كنت حابة ان انا اخلص تأويل رؤية الصلاة واركانية طبعا يعني احنا قلنا اللي بيحلم انه وصله فريضة ما زي مثلا واللي بيحلم بيصال لتطوع او بيصال لسنة وهاكذا هتمنى ان انا اكون افتقه متواصل مع سلسلة تفسير الاحلام لابن سيرين دمتم في امان الله